يا مقلب القلوب قلبي إلى الكبير فلا تدعى قلبي عن هواك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا صلوا عليه وسلموا تسليما أهلا بك وحلقة جديدة من قلب جديد ربنا يجعلنا دايما من القلوب الطائعة السعيدة المطمئنة الساكنة اللي دايما بتسعى لوجود علاقة راقية ربانية جميلة الحقيقة في البداية لازم أشكر أهل تونس لأن كنت عندهم الأربع أو الخمس أيام اللي فاتوا فأنا بشكرهم على قرم الضيافة بشكرهم على حاجات جميلة أوي شفتها هناك والحقيقة لازم يعني من باب ما لا يشكر الناس لا يشكر الله الحقيقة عايز قبل ما بدأ حلقتي أقول لكم يعني خمس دقيق بس على التجربة الجميلة اللي أنا عضيتها في تونس من خلال مؤتمر تدريبي عن إعداد القادة في تونس أولا لحظت هناك يعني تقدير للوقت أنا بتمنت العمري هناك الوقت له أهمية غير عادية ممنوع تأخير عن موعد البداية ديئة وكمان ممنوع تأخير عن موعد النهاية بتاع التدريب أو المؤتمر أو الكورس اللي بيدرس إلا لما تستأذينهم الأول اتنين دقة في المواعيد يعني رائعة تلاتة ناس عملين جدا 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 أربعة ودي حاجة عكس مصر شوية الساعة تمانية هناك الناس نامت الناس البيوت بعد الساعة تمانية هناك بالليل ما فيش حد بتصل بحد إلا لزروف طرقة جدا المحلات بتبقى مقفولة بنسبة كبيرة جدا 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 معادة بعض الصيدليات الناس محتاجاها والمستشفيات الصحيان بدري من خمسة ستة احترام لإشارات المرور ما فيش عسكري واقف وعافيك هناك الشرطة رجال والنساء ما عندهمش مشكلة في دي ولكن احترام رغم الزحام الشديد اللي هناك ما حدش بيكسر إشارة ما حدش بيتعدد تاني بسرعة والكلام ده فأنا بشكرهم جدا وأنا والله تعلمت منهم حاجات كتيرة جدا في الأيام اللي فاتت وأتمنى تكون زيارتي ليهم كانت يعني مفيدة ومثمرة وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا معلش الموضوع كان خارج الموضوع ولكن حبيت أشكرهم علنا على الهوال اللي يدحقهم علي ولازم أقول كده الحياة النهاردة هنتكلم على الدعوة إلى الله إحنا لكل واحد مننا خد باله إيه رأيك في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى كمان إيه رأي حضرتك في علاقتك بالله سبحانه وتعالى لو طلبنا كل واحد مننا يلخص علاقته بربنا سبحانه وتعالى في جملة ممكن يقول إيه تقصيره ممكن يكون إزاي أو إقباله على الله سبحانه وتعالى ممكن يكون إزاي وهل أنا علشان أكون عملي مقبول طبعا بتعب أن أنا عندي إخلاص في نيتي وأبدأ أعدد النواية وأبدأ أعمل ربنا سبحانه وتعالى بضمير وبقلب حي وأبدأ لا أراعي إلا الأمانة أن أنا أديها على أكمل وجه كل ده مطلوب فبيبقى محتاج مجهود كبير جدا 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 ولذلك سيدنا علي بن أبي طالب كان يقول كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم من العمل نفسه اهتموا أوي بقبول العمل أكتر من اهتمامكم كمان بالعمل من تجديد النية والحفاظ عليه وعدم الكبرى أو الغرور أو الإعجاب بالنفس أو الرياء أو 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 فالموضوع متعب وعايز تركيز وعايز انتباه كي يتفضل الله عز وجل علينا بالقبول الحاجة اللي كمان غير كده لما نعمل أعمال في حياتنا هل احنا ضمنين ان هي هتترك أثر وبصبة في الناس يعني هل لو احنا حسبناها الانسان الزاهد في المحراب انسان بيصلي هات في مسجده بيقرأ قرآن بيتعلم العلم بيقرأ في الكتب وانسان آخر يعيش بين الناس فيتعامل معهم ويتعاملون معه ويتعلم منهم ويتعلمون معه الذي يصبر عليهم الذي يحتويهم الذي ينصحهم الذي يرشدهم كل دي أمور طبعا عند ربنا سبحانه وتعالى الانسان الداعي في وسط الناس الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم ففيه فرق كبير بين الانسان اللي دايما تسمع منه كلمة تغير حياتك الانسان اللي لما تسمع منه فكرة تغير حياتك الانسان اللي دايما يديك الأمل والطموح والخير الانسان اللي دايما يساعدك وياخد إيدك ويسهلك الحياة فيه فرق كبير بينه وبين اللي قاعد مهتم بنفسه وبس اللي هو خايف على نفسه وبس إطلاقا ولذلك المعدلة بوضوح علشان الإنسان يكون في مقام دعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإرشاد الناس إلى الخير مش مطلوب منه إنه هو يكون حافظ القرآن كاملا ومتعلم علوم شرعية كاملة ومعه الإجازات بتاعته في الفقه وفي الحديث طبعا ده مهم وده مطلوب ولكن أقصد هنا إن أي حد فينا بإيده إنه هو يكون بيدعو إلى الله سبحانه وتعالى هو حسن الخلق ده مش دعوة في حد ذاته حتى لو من غير كلام هي الكلمة الطيبة في حد ذاتها غير إن هي صدقة مش ده في حد ذاته كلمة طيبة بتنفع ناس مش النصح بحد ذاته لو حد بيوجيهك حتى في شغلك اعمل دي أفضل من دي مش ده دعوة الإنسان اللي يتعامله بتحفظ على موعيده ويحفظ على الأمانة اللي عنده مش الإنسان ده الوحده داعية من غير ما ياخد باله ولذلك لما العلماء يقول يقولك إن عمل رجل عمل رجل واحد في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل المعادلة مختلفة والمقييس مختلفة وبالتالي إحنا عاوزين نكون كلنا النهاردة في مقام عالي عند ربنا سبحانه وتعالى وما بين قسين ما حدش له حجة إنه لازم يكون درس فقه كامل وشريعة أنا مش بقولك إفتي ولا بقولك ادخل مجال الإفتاء ولا لا بس على أقل بأخلاقك بكلمة طيبة بحديث قريته وعرفته وصله بآية حفظتها وصلها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيشيل الغطل اللي احنا حطينه وخايفين منه قال صلى الله عليه وآله وسلم بلغوا عني ولو آية حضرتك مش حافظ آية حضرتك مش حافظ آية احنا كلنا حافظين صورة الفتحة طب تعالوا نقولها مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم أدي آية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حظين الفتحة عايزين نتخيل تخيل بسيط هو اللي علمك الفتحة وانت صغير واللي علم حضرتك الفتحة وانت صغيرة سواء أستاذك أو شيخك أو والدك أو والدتك أو أخوك أو عمك أو خالك أو حد صحبك حد حفظك الفتحة من أول ما انت قرأتها لحد ما هتموت لازم تصلي لازم تصلي في الصلاة بالفتحة فرد ركن من أركان الصلاة تخيل ثوابه لحد ما تموت عامل إزاي ولما انت علمت حد الفتحة ثوابه يرجع لها وثوابه هترجع لها طب ولو انت اللي انت علمته علم غيرك تخيله من أول واحد علم أهل مصر الفتحة مثلا ممكن يكون سيدنا عمر بن العصر يبقى كلنا في مصر بدعوتنا بقريتنا بكل ده بيرجع ثوابه الفاتح مصر عمر بن العصر طب ومين اللي دخل عمر بن العصر في الإسلام بيرجع له كل ثواب عمر بن العصر طب ومين اللي قابله ومين اللي قابله حتى يعود الحال إلى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك دايما مفيش حد يعلم مقام وقدر النبي صلى الله عليه وسلم إلا الله الله وحده هو الذي يعلم قدر نبي صلى الله عليه وسلم أصل كل تسبيحة كل آية كل استغفار وكل ذكر وكل صلى مننا الآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفع من قدر النبي لأنه يبدأ خلص ثواب وحسنات صلى الله عليه وسلم طب يا طرأ أنت كمان وحضرتك مش عاوزة تكوني على نفس النهج ليه إحنا أكتر حاجة بنضيحها وبنفرط فيها الحسنات صدقوني دعوتنا ربنا سبحانه وتعالى بتثبت بتعين بتاخد بإيدك بتشجعك تبعد عن المعاصي بتخليك تقول يا رب بس بقلب جامد بصدق وإخلاص فعشان كده موضوعنا النهاردة القلوب اللي بتدعي ربنا سبحانه وتعالى الناس اللي بتدعي ربنا عز وجل بلسانها بقلبها بأعمالها المهم لازم تدخل الدايرة دي علشان عملك ما يتقطعش بعد موتك كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدق جاريا أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به صدق جاريا قد تكون علم نفعت بي حد تتاب كتبته كلام قلته وده بالذات لأصحابنا على الفيسبوك وتويتر كلام انكتب غير في حياة ناس بقى صدق جاريا لأن الكلمة الطيبة صدقة ولد صالح يدعو له مش لازم ابنك من جلدك أو من دمك ولحمك مش لازم يكون من النسب ولد انت علمته حاجة تالتة علم ينتفع به فانت شاركت في العلم اللي ينتفع به يا ترى كلنا هنوصل للفكرة دي والمعنى ده أتمنى كل اللي بيسمعوني يكون عندهم نفس المعنى ده عنوان جميل والأجمل منه ان احنا نطبقه ونعرف قيمته طيب كمان كلنا بندور لما نموت ان احنا ننال الشفاعة ولما ندخل القبور الله سبحانه وتعالى يثبت عند السؤال منطقنا اللهم أمين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى عليه مئة رجل إلا غفر له اللي صلى عليه مئة من الناس الصالحين المؤمنين الطائعين ربنا سبحانه وتعالى يغفر له فحاول تجمعهم من دلوقتي وانت لسه بصحتك لسه بعقلك وتركيزك وحياتك تجمع مئة واحد يصلون عليك حين تموت عشان يدعو لك دعوة مخلصة عشان تبقى الدعوة طلعة من قلوبهم لان انت غيرت حياتهم لان انت اسعدت امورهم لان انت سعدتهم في طريقهم ووجهتهم كويس ولذلك فضائل الدعوة الى الله كثيرة اولها يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في صح مسلم عن سيدنا ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى اللي يدعي الناس لكلمة طيبة لطاعة لعبادة لعطاء لمساعدة الغير ليتقنهم في شغلهم في درس علم في دورة تدريبية في كتاب تنصحه بقريته في مقولة تنالهاله في حاجة تغياله حياته او تسعده في حل مشكلته من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه مثل اجور من تبعه انت دعيت حد للخير على الملأ فسمع مية المية استفادوا خلي بالك المطلوب منك مش ان انت تقولهم فتستنى النتيجة ان هم يتغيروا ابدا كل ما هو مطلوب ان تبلغ ما عندك باخلاص وبصدق وبضمير وبامانة وبعد كده نتيجة التغيير ليست بيدك النتائج عند الله كل ما هو مطلوب منك ومني ومن حضرتك ان عليك الا البلاغ ان نأخذ بالاسباب اما النتائج فهي من عند الله بس فانا قلت كلمة طيبة اثرت في ناس دلوقتي وفي ناس تانية طنشت وفي ناس كبرت دمخها ومش عاملها وفي ناس تانية تغيرت فعلا وفي ناس بعد سنة واثنين او بعد عشر سنين افتقر كلمة غيرت حياته قعد في وقفة عتاب مع نفسه فافتقر جملا انت قلتها له من ثلاث سنين او اراها عنك في كتاب ولا فيسبوك من يومين ثلاثة ولا من شهر ولا من سنين يا حياته تغيرت كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقذ ذلك من اجورهم يعني انت قلت كلمة طيبة اسمحها الاف كلما واحد من الالاف دول يعمله حاجة انت قلتها ثوابك انكتب لك طب واحد منهم علم واحد يعني واحد من اللي انت علمته معلم ابنه الفتحة فابنه ثوابه الوالده ووالده ثوابه ليك طب الولد لما كبر علم عشرة العشر ثوابهم ليه والولد ثوابه الابوه وابوه ثوابه ليك طب الاصحابه علمهم ممكن بنشر فيديو على اليوتيوب واحد ياخد ملايين الحسنات وممكن العكس لو بنشر فيديو مش كويس ممكن واحد بصورة معبرة فاكل متين او تذكير للناس جميل اوو انت ماشي في الطريق تلاقي اسماء الله الحسنة موجودة وانت تفتكرها جميل اوو تلاقي في اماكن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فكل واحد ياخد ثوابها جميل اوو لما تلاقي حد يفقرك بحديث حد يفقرك بجملة تغير حياتك حد يفقرك بمعيد صلاتك البرامج اللي على الموبايل بتاع الذكر او غيره ان كل خمس زي طالك ذكر معين فتفتكر وتشتغل حلو قوي نشغل نفسنا في الموضوع ده حلو قوي لو زبطنا منبه الموبايل بتاعنا كل ساعة يدينا رنة والرنة او الالارم بتاعته بتقول سبحان الله او بتقول ذكر معين او فكرة معينة جميل قوي نفكر بعض وانصح بعض ونعيش مع بعض وانصحصح بعض علشان نكون من الدعاء الى الله اللي احنا عايزينهم يكونوا معنا في نفس الطريق عشان ربنا سبحانه وتعالى يثبتنا ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجة من احدى الطرق الجميلة والفعالة في الثبات على طريق الله عز وجل بوضوح شديد انت تاخد بقيت حد غيرك هتقول لي ده نوائع قوله اللي انت عارفه هو هيساعدك بعد كده وربنا هيبعث لك اللي يساعدك يا اخي ثق في كلام ربنا ثق في كلام النبي صلى الله وسلم من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته يا تركم واحد عاوي الثواب ويزيد خلي بالكوا اعمالنا مهما عشنا 30 40 50 70 سنة في الآخر قد كده بس لما نساعد غيرنا وننصح غيرنا ونهدي غيرنا بيكون الثواب بيزيد والثواب ما بينتيش حتى يوم القيامة 2014 شاهد عليك القيامة قامت ان شاء الله في سنة 700 ألف ما عندناش مشكلة بس في الآخر انت سيبت بصمة مشيت معاك فكل اللي يتعلم منك وكل اللي يستفاد منك بانكتب لك في ميزان حسناتك وبيتقل ميزانك لما تقابل ربك في الآخر كم واحد دلوقتي بيسمعني كتب على الفيس كلمتين دولة عشان الناس تشيرهم ويستفدوا منهم كم واحد بيسمعني باعت لصاحبه مسجي على الموبايل يفكروا بحاجة كويسة كم واحدة بتسمعني فكرت تقرأ في كتاب أو تمسك المصحف عشان تاخد منه عبرة أو عظة أو تقرأ في كتاب في كلام طيب فتبدأ تستفاد منه فكروا في الكلام ده الحاجة التانية قال الله عز وجل في سورة التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من علامات الإيمان من علامات الإيمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني الدعوة من علامات الإيمان الكلمة الطيبة من علامات الإيمان اللي ابتسامة الرقيقة من علامات الإيمان التبطبة على الناس إحنا مش بنكره الإنسان اللي بيعصي أو مش بنكره الإنسان اللي بتعصي إحنا بنكره معصيتهم وبس إحنا بنكره معصيتها وبس لأن ده ابتلاء من ربنا لي فلو أنت سخرت أو استهزأت بيهم قد ينتقل دليك فلذلك بعضهم أولياء بعض عشان بيسعدوا بعض ربنا عز وجل علمنا في صورة آل عمران كنتم خير أمة أخرجت للناس ليه يا رب تأمرونا بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله يا طرح إحنا هنكون من علامات الإيمان بتاعتنا دعوتنا ربنا سبحانه وتعالى خلي بالكم عاوز تتأكد وعايزة تتأكدي من حب ربنا ليكم شوفوا أنت بتجيبه في سيرته كتير ولا لأ أعرف لما واحد يكون بيحب حد يقولك بيجيب في سيرته على طول ولله المثل الأعلى دايما الإنسان اللي بيحبه ربنا تلاقي كلام ربنا على لسانه على طول الحمد لله وسبحان الله ولما ربنا قال والنبي صلى الله عليه وسلم يا فتعود معاه تستريح وتستفيد وتتعلم عكس واحد تاني تقعد معاه والظروف والدنيا زحمة والموصلات بايزة حياة تانية ودي حياة تانية مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت كما قال سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم فرق كبير إحساس مختلف حياة أخرى كاملة رقم ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا علشان كده لا تستوحش من قلة السالكين ما تقولش إيه ده هو ليه الناس كلها ضائعة هو ليه ناس كتيرة قوي بيعملوا كذا ليه شباب كتير كذا وليه بنات كتير كذا أصل دايما الطريق والكثرة في القرآن دايما مزمومة وإن تطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله وقليل من عبادي الشكور القلة هم اللي بيشكروا فأكثرهم ليه فيه فساد وفيه معصية وفيه 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 إنما القليل هو اللي ثابت قليل من عبادي الشكور وما آمن معه إلا قليل ثلت من الأولين وقليل من الآخرين فلا تستوحش من قلة السالكين المهم تكون على الطريق لا تقارن نفسك أو تقارن نفسك بالمعصية ده أنا بعمل كذا هم بيعملوا أكثر مني مش مشكلة أصلي غيري كده أصلي كل الناس كده بس لما نقابل ربنا مش هتبقى كلنا كده وكلنا مع بعض أبدا لما نقابل ربنا هتلاقي الموضوع واضح يوم لا تملك نفسه لنفس والأمر يومئذ لله مفتكر فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته يعني زوجته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه كل واحد مغني ومجغول بشأنه بحاله فكلنا عايزين ناخد بيئة بعض بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء والحديث في الصحيح فسؤل النبي صلى الله عليه وسلم من هم الغرباء قال الذين يصلحون إذا فسد الناس الناس اللي بتغير اللي بتاخد بالأسباب اللي بتعمل اللي عليها اللي بيفكر إزاي أكون سبب إن أصحابي في جمعيتي يصلوا أصحابي في جمعيتي ما يعكسوش بنات أصحابي في جمعيتي يكونوا على أخلاق أصحابي في جمعيتي ما يسخروش من الدكتور اللي بتكلمهم هم عملين يسخروا منه على الواتساب ولا على الموبايل ما بينهم ما بين بعض أو على الفيس إن أنا أكون سبب في إن أصحابي يكونوا مؤدبين في تعاملاتهم مع غيرهم أصحابي يكونوا بيتقن شغلهم في أماكن شغلنا أصحابي رعوا ضمرهم في تعاملاتهم مع الناس الذين يصلحون إذا فسد الناس النبي صلى الله عليه وسلم حط معادلة فيه ناس بتصلح وفيه ناس بتفسد فلو أنت مش مع المصلحين يبقى أنت من الناس الفاسدين ولو أنت مش مع الفاسدين إن شاء الله تكون من المصلحين فإحنا عايزين نقابل للنبي في أي كفة في أي ميزان هل إحنا عرفنا عن أي صحابي كان بيفسد في الأرض بذنبه بمعصيته وموضاء فساد في الأرض ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا آه محتاجين الوقفة دي محتاجينها محتاجين كلام ربنا سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع باللاته أحسن ما فيش حسنة زي سيئة ادفع باللاته أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٌ ذُو حَظٍّ عَظِيمٌ وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٌ لا يصلون على معلم الناس الخير والحديث في صحيح الجامع للألباني إن الله سبحانه وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير يترى أنت من من يعلمون الناس الخير اللي بيكتب على الفيسبوك كلام طيب بيعلم الناس الخير اللي بيطلع في برنامج ولا في قناة ولا حتى في ما بين أصحابه بيتكلموا مع بعض بيعلم الناس الخير طبعا كل ده شرط النية وإخلاصها لله اللي بيعلم الناس علم طيب بيعلم الناس الخير اللي بيوصل فكرة قوية بيعلم الناس الخير هنكمل بعد ما ناخد أختنا داليا سلام عليكم أختنا داليا سلام عليكم سلام عليكم ألو أختنا جالي السلام عليكم طيب ما عليش الخط فاصل عودي لتصالبين إن الله سبحانه وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير فلازم نكون من من يعلمون الناس الخير لازم علشان ننال يعني صلاة ربنا علينا يعني إن الله سبحانه بيصلي عليك يعني ربنا بيصلي عليك صلاة الله عز وجل على العبد هي الغفران والرفعة والمقام العالي ربنا يصل عليك يعني يغفر لك ويسمحك ويبقى بيك الملائكة ويرفعك في مقام عالي طب صلاة الملائكة عليك هي دعاء الملائكة لك فالملائكة بتدعو وتقول اللهم اغفر له والله مرحمة كل ما يعلم الناس خير والخير ده ينتشر والناس تعلموا البعض يدعي لك اللهم اغفر له والله مرحمة النملة في جحرها النملة الأد كده اللي في الجحر بممالك النمل شوف كم بلايين النمل بيدعو لك طب ومن اللي عرفهم ألا يعلموا من خلق وهو اللطيف الخبير ربنا سبحانه وتعالى ومن أول النملة الصغيرة اللي بيش بين الحاد الحوت كل ما بين النمل والحيتان يصلون على معلم الناس الخير بعض العلماء بيقولوا كده وحتى الحيتان في البحر والسمك بيدعو لك بيستغفروا لك يا كسلان يا غفلان يا كسلانة يا غفلانة وانا زيكو احنا ليه كسلانين ده احنا ممكن حديث ننشره على الفيسبوك او حد يستغل تصاميمه الجبيلة في اصال فكرة او معنى او كلمة طيبة او يشير حلقات او حتى من يعلمونا الناس الخير انتوا عارفين المشكلة فين ان احنا بنستقل نعمل كده بحاجة ان انا لاستو عالم ولاستو داعية ولاستو فقيها انا ما قلت لكش مطلوب منك تكون كده انت بتعلم خير او سبب ان انت تتعلمهم خير لما تشير حلقة او يوتيوب حاجة مفيدة ما ده الوحد وده بتعلم الناس الخير بناخد اختنا دالي السلام عليكم السلام عليكم هلو هلو سلام عليكم استاذ داليا الصوت مش واضح طيب تعود الاتصال بينا تاني معلش طيب يبقى عايزين يكون من الناس دي اللي هي بتغير اللي هي يصلون على معلم الناس الخير عايزين ناخد عهد ان احنا نكون من ان يصلون على يعني من من يعلمون الناس الخير حلقة دي حاول تقطع منها اجزاء وانشرها ملناش حقوق احنا يعني انشرها احنا لا يعنين للخير ان يوصل لكل الناس طيب اختنا دالي السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام عليكم اهلا وسهلا تفضل يا سلام اهلا ما عليش فيه مشكلة في الخط يعني لا تفضل اه قوام باشقى حياتك يعني على الحالة او على برنامج حياتك بطلق لكم الخير اشكرك اه وكنت بقول بس ان الدعوة دي طبعا من سمات العطاء في الحياة يعني حلو قوي سمى من سمات العطاء حلو قوي من العطاء ده اصلا بيكون سبحان الله سمات صفاء اه صفاء القلوب والواحد يعني بيحس بعدها بيعني شهر تاني يعني بيحس ما طبعا قريب من ربنا اكتر بيعرف يتعامل مع الناس ترقاح تانيان تمام صح جدا هو كمان اه صفاء الله يعني الدين اصلا اه كعادث الدين المعاملة او الدين اه هو الدين المعاملة ليس حديثا ولكن المعنى صحيح جوا يعني الدين ده بتعامل يعني صح او نمسلا اتعامل مع غير ممكن ان اقصر فيه احسن انا اقعد مثلا يممكن اقول خطبها طويلة وما اقصرش فيه اي حاجة تمام صح صح جدا منكمان صفاء الله يعني هو عن تجربة برضو كان ممكن اكون من كذفة انا سماعت عن اسم كتاب معين او اسمكات المعين وبعد فترة طويلة يعني سبحان الله شفت مثلا كتاب داوت او كي وغير في حياة كتير طب و جميل ما شكرا يعني ما يستهنش اي كلمة يسمعها او اي كلمة يقرأها ممكن يتأثر في حياته بعد تن سنة او بعد فترة طويلة يعني صح صح شكرا شكرا جدا يعني شكرا جدا شكرا جزيلا على المدهلة طيب كمان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه مثل القائم على حدود الله اللي واقف واخد باله مركز مالوش دعا بقى الناس قلت لا بتعمل وانا مالوش دعا انا هتحسب عن نفسي مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم المدهن فعن المتهاون كمثل قوم استهموا على سفينة فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها فكان الذين في اسفلها اذا ارادوا ماءا صاعدوا لمن فوقهم يعني الناس اللي فوق عندهم المياه الحلوة اللي يشرب منها والناس اللي تحت كل ما يجي يشربوا يطلعوا فوق كل ما يجي يشربوا يطلعوا فوق فتعبوا كل شوية نطلع فوق فهم اقترحوا على بعض قالوا لو اصبنا في السفينة خرقا طب لو عملنا ثقب في السفينة نشرب بينه على طول من النهر اللي احنا فيه ده بدwelling ما كل شوية نطلعه ننزل طيب لو طفل اللي عمل الثقب ده هل اللي فوق حيتنيه بيعوم واللي تحت بس اللي هيغرق ولا السفينة كلها هتغرق فنبي بيقول إيه بقى؟ بقول لو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا لو اللي فوق سابوا اللي تحت يعملوا الثقب في السفينة هيهلكوا وكل السفينة هتغرق لهلكوا وهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا طب يا طرى نكون من الناس اللي هتطنش وتسيبها والمركب يغرق والدنيا تروح المهم أنا وخلاص ولا أنا ليه دور أختنا داليا كان بتتكلم في معنى مهم ممكن كلمة تسمحها مش عجبك بس بعد فترة تغير كتاب مش عجبك بعد فترة تتغير وممكن يكون هو نفس المصدر إذن الدعوة العملية الاحتكاج بالناس السمع منهم وحاجة بابين قصين بالله عليكم لا تشويه صورة الإسلام يعني لو لديت واحد ملتحي ولبس جلبية بيضة والطائية وبيسرق أو اللي بينصب دا ليس تعميم إن كل واحد لبس الجلبية البيضة ولا الطائية ولا اللحية نصاب وحرامي وكذا ما تعممش هو أخطأ كشخص واحدة لابسة نقاب بتعمل السلوك مش كويس هي أخطأت إنما النقاب منها بريء نقاب أمهات المؤمنين واللحية منها بريئة منه بريئة لا تشويه صورة الدين ولا تعمم ما تنجلش صورة عن الإسلام برا أو لما حد يسمعك إن الناس اللي بدأني دا حرامي مين اللي قالك قد يكون والدك بلحية قد يكون قريبك قد يكون شيخ مسجدك اللي بتحبه وتتعلم على إيده فليه بتعمم ليه لما بنجي نقول دا فلان أخو مش كويس ولك يعمل صابعك من زي بعضيها إيش معنى دي وإيش معنى دي خليك عادل وعادل فيما تقوله وفيما تفعله فلازم ناخد بيهت بعض ما نسيبش الدنيا تغرأ والدنيا تضيع حتى لو بكلمة طيبة مع الاعتبار خلي كلامك طيب مع الناس يعني ما ينفعش واحد ما بيصليش تحريجه قدام صحابه يلا بقى نصلي بقى أنت بتصليش ليه ما ينفعش تحريجه حبيبه في الصلاة حبيبه وما تصنطعهش مباشر هو ما بيصليش قديله حاجة عن الصلاة أنا بيحريجه هي مش لابسة حجاب هديله حاجة عن الحجاب لا تقول له حاجة عن حب ربنا عن نعيم الجنة عن حب ربنا لينا عن حب النبي صلى الله عليه وسلم عن نعم ربنا الكتير علينا ابدأ معا كده جبلة القلوب على حب من أحسن إليها وما فيش حد أحسن إلينا أكتر من ربنا أكتر من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يحس بالتأصير بالوجع وبالندم لوحده حيتغير الله عز وجل يقول وما كان ربك ليهلك الكرة بظلم وأهلها مصلحون سورة هود لازم نكون من ناس اللي بتصلح نكون اللبنة اللي بتبني الإيد اللي بتساعد القلب الحنين اللي بيطبطب اللسان اللي بيبتسم وبيتطبطب على الناس وبيساعد الودان اللي بتسمع شكوى الناس العين اللي بتبص للناس برحمة ما لا يرحم لا يرحم وسبب الحديث أن نفسه السلام قعد مع الأقرع ابن حابس الأقرع ابن حابس صحابي فالنفسه السلام دخل الحسن وحسين فقبلهم وطبطب عليهم وحضنهم فالأقرع ابن حابس قال يا رسول الله صلوا عليه صلى الله عليه وسلم أنا عندي عشر من الأولاد عمري ما عملت معهم كده فالنفسه السلام زعل وقال ما لا يرحم لا يرحم نرحم الناس عشان ربنا عز وجل يرحمنا الدعوة إلى الله كنز لازم ناخد بالنا منه ولازم نشتغل عليه حاليا ترى هتكون من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى اخترهم اخترهم عشان يبلغوا كلامه للناس هالربنا عز وجل اختارك عشان تكون من الناس أو اختارك عشان تكون من الناس اللي بيحببوا ربنا لخلقه هالربنا اختارك تكون من الناس اللي بيصلحوا في الأرض هالربنا اختارك اللي يكونوا من الناس اللي بقولوا الكلمة الطيبة زي ما كان بيقولها النبي صلى الله عليه وسلم هالربنا هيختارك او هيختارك عشان تكونوا اصحاب اللي ابتسامة الجميلة اللي توصلوها للناس بحسماحة وبحب هالربنا هيختارك كل سنك دايما بيذكره وبتسعى لغيرك انه يذكره وده دليل على قوة ايمانك وعلى حبك وقبور ربنا عز وجل ليك يعني انا خايف من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او لا يشكن ان يرسل عليكم عذابا ثم تدعونه فلا يستجاب لاحدكم خايف او من الحديث ده كن ان احنا اصطرنا وتركنا وغفلنا وهجرنا فمرة سيدنا جبريل امر من الله ان يهدم قرية على اهلها طب ناخد محمد محمد سلام عليكم عليكم السلام الله و شكرا اهلا وسلم دكتور حضرتك الحمد لله الله حضرتك عمل ايه في نعم الحمد لله حضرتك انا مفصول جدا ان انا بكلم حضرتك عن هكذا انا حضرتك اول مرة اعمل مداخلة مع حضرتك انا اشرفني اشرفني يا محمد اشرفني الله يكرم حضرتك حضرتك انا ليه سؤال انا ليه سؤال يعني حضرتك انا ازاي امشي في طريق ربنا واصبر على الابتلاء وانا حالب يعني حضرتك اه اجاوبك اجاوبك اشكرك طيب فيه سؤال تاني لا كده اجاوبك حالا اجاوبك حالا اشكرك جدا على مداخلتك وعلى زوء حضرتك اشكرك جدا 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 طيب هقول قصة سيدنا جبريل واجاوبة على اخونا محمد علشان يعني يكون مسكي الختاب سيدنا جبريل امر من الله عز وجل ان يهدم قرية على اهلها فسيدنا جبريل قال يا رب ان فيه فلانا العابد فيه فلان منهم بيصلي بيصوموا بيعبدوا كده يعني فقال الله به فابدأ ربنا قال له ابدأ بيه طب ليه يا رب قال لأنه لم يتماعر وجهه لمعصيتي يتماعر وجهه حتى محمرش ما تضيقش ان الناس بتعمل المعاصي ديه وقعد لوحده فبه فابدأ مش ينفع تبقى لوحدك اصلح نفسك وادعه غيرك لازم الدايرة تكمل بلغ عني ولو آية لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من الدنيا وما فيها حديث النبي وحديث آخر خير لك من حمر النعم يعني اغلى انواع النعم حديث الثالث خير لك مما طلعت عليه الشمس يلا كم واحد هيعاهد ربنا عاهدوا ربنا هنكون من الناس دي هنكون معاهم هنكون في وسطهم ده أنا حتى هقرأ كل يوم كلمة حلوة وديها للناس على الفيسبوك أو اكتبالهم في رسالة ياه قد ايه ربنا هيني معلك ويغير حياتك هجاوب أخي يا محمد ربنا يعزه بيقول إذن أثبت على الطريق وكون في طريق ربنا وأنا بحبه هننتفع على خمس حاجات أولا الحفاظ على الصلاة وخاصة أن نصلي في المسجد بيثبت القرآن لو كل يوم عشر آيات كل يوم ربع من القرآن صفحتين ثلاثة أوع تسيب اليوم ما يعدي من غير ما تقرأ القرآن ثلاثة الصحبة الجميلة اللي تاخد بإيدك وتساعدك ويساعدوك للصلاة ويصحوك مع بعض لصلاة الفجر وغيرها الصحبة الصالحة أربعة أهداف واضحة أهداف واضحة حط أهدافك تكون واضحة خمسة تخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان تتعلم تتخلق بأخلاقه وتبقى زيه صلى الله عليه وسلم تتشبه بيه طبعا وتتسنن بسنته اقرأ عن رسول الله كتير كل يوم صفحتين تلاتة فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم اقرأ عن خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهم حاجة كمان اقرأ بتنوع اقرأ عن حاجة تزود مهاراتك وإمكانياتك حاجة تقربك من شغلك وتكون ناجح فيها صاحب علم وخلق وعمل ومجهود لو كل واحد مننا عمل الدور اللي مطلوب منه الحياة اختلف وانصحكم نصيحة بسيطة مهما كتر الإيذاء النفسي والابتلاء اللي حواليك اعرف ان ربنا بيختبرك هتكمل ولا لا هتسقط ولا هتحمد ربنا وتقول انا هكمل ويجيلك إصرار وعزيمة حول الابتلاء والضغوط الشديدة والسيذاء والسخرية بدل ما تخلهم ضغوط بتضغط عليك فتقع حولهم لفرص جديدة ومهام جديدة وتحديات تثبت لنفسك فيها ان انت هتكمل الطريق ما تاخداش بمحمل ان انت بتقع خدها بمحمل دي تحديات وانا هتحدى نفسي وتكون فرص جديدة ومهام جديدة سوف اتغلب عليها يا لو عملنا كده هو النبي ما كانش بيبتلى وبيسخر منه ويستهزى به ويفترى عليه انه بيعمل كده عشان منصب ولا عشان سلطة ولا عشان مال ولا علشان ولا علشان والنساء ولا علشان فلوس لا ولكن كان رسول الله ثابتا واضحا وده منهجنا ومنهج حياتنا عايزين نمشي عليه اوصيكم بالدعاء يا مثبت القلوب ثبت قلوبانا على دينك ووصيتنا النهاردة الدعاء بالثبات اتنين دور على صحابك الكويسين اللي هيساعدوك تلاتة فكر في مين هتاخد بأيديهم وتقولهم كلمة حلوة فكر دلوقتي راتبهم في دماغك مين دي ولا دي ولا دي ولا انت هتختار دا ولا دا ولا دا هترتبهم في دماغك وتتكلم معاهم علشان تبدأ تعمل حاجة جميلة يا ربو منك تابعونا دايما على صفحتنا على الفيسبوك برنامج قلب جديد او صفحتي الشخصية شريف شحاتة انا بشكركم جدا جدا على تواصلكم وتنويه اخير ملناش صفحات غير صفحة شريف شحاتة اللي انا بقولوكو عليها اللي موجودة في صفحة البرنامج ومعادة ذلك نحن لسنا مسؤولين عنه لا من قريب ولا من بعيد وطبعا صفحاتنا على الفيسبوك كان حصلنا فاهم مشاكل وتقفلت فكل الصفحات العدد الكبير والفاهمة مليين او غيرها كل دا مغلق ولكن الصفحة الوحيدة اللي بتمثلنا الان هي الصفحة اللي موجودة على صفحة قلب جديد اول سبيلنج دا facebook.com شريف شحاتة شريف s-h-r-e-e-f s-h-e-h-a-t-e تاني شريف شحاتة بعد الفيسبوك.com شريف شحاتة s-h-r-e-e-f شريف شحاتة s-h-r-e-e-f شحاتة s-h-e-h-a-t-e من غير اي مسافة ومن غير اي فصلة ومن غير اي شرطة facebook.com s-h-r-e-f شحاتة اشكركم جدا اشوفكم في حلقة جديدة بإذن الرحمن يوم الاربع القادم دعواتكم لنا بالخير والقبول وان شاء الله نلتقي على خير ويتجدد بيكم اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة